اشتركوا في القناة وزير الخارجية الإيرانية إلى السعودية في إطار جولة على المنطقة للبحث في وقف إطلاق النار إلى ذلك برزت اليوم كلمة لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي كان لافتا فيما قاله أنه قبل وقف إطلاق النار أي نقاش لا يعنينا ونحن أهل الميدان أعلنت قيادة الجيش مدرية التوجيه في بيان أنه في ظل الاعتداءات الهمجية والمتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية وما ينتج عنها من سقوط شهداء وجرحى ودمار كبير يهم قيادة الجيش أن توضح أن الجيش اللبناني إذ ينتشر على كامل مساحة الوطن بما فيها الحدود الجنوبية يتولى مسؤولياته الوطنية ويقدم الشهداء ويحافظ على جهوزيته للدفاع عن الأرض ضمن الإمكانات المتاحة ذلك استنادا إلى قرارات السلطة السياسية وتوجيهاتها للقيام بما يراه مناسبا من أجل حماية لبنان والمؤسسة العسكرية والالتزام بالقرار 1701 ومن درجاته بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونفل وأضافت يعمد بعض أو تعمد بعض وسائل الإعلام إلى أطلاق حملات تجنن وافتراءات وتخوين تطال المؤسسة العسكرية وقياداتها خدمة لمصالح ضيقة وغيات سياسية تؤكد قيادة الجيش أنها لن تدخل في سجالات أو مزايدات وهي ليست معنية بأي ملفات أو استحقاقات الأولوية اليوم بالنسبة إلى القيادة هي حماية المؤسسة والمحافظة على تماسكها ووقف العدوان والصمود ودعم المواطنين ومواكبة أزمة النزوح ومواصلة عمليات الإنقاذ بالتنسيق مع الأجهزة المختصة تزامناً مع حفظ السلم الأهلي والاستقرار الداخلي وأكد البيان أن التجارب أثبتت أن الجيش هي المؤسسة التي تشكل العمود الفقري للبنان والضمانة لكل اللبنانيين ما يؤكد أهمية التفافهم حولها مع تطلعنا إلى نجاح الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن يبقى الجيش متماسكاً بعزمة عسكريه وإيمانهم وإرادتهم واتحاد اللبنانيين حول دوره الجامع والمطلوب اليوم هو الحفاظ على الوحدة الوطنية للحفاظ على لبنان الذي سوف يتجاوز هذه المحنة كما تجاوز الأزمات والتحديات الماضية وتغلب عليها أصدرت وزارة الاتصالات بياناً طمأنت فيه كل مستخدمي الاتصالات الخلوية أن الرموز التي قد تظهر على شاشات هواتفهم الخلوية إلى جانب اسم شبكتين شركتين الاتصالات الخلوية تاتش وألفا لا تدعو ألبت للقلق من أي اختراق لهواتفهم ذلك أن كل من رمز 05 و415 ورمز 415-08 يعودان إلى شبكات معروفة في لبنان فيما رمز 03-280 الذي قد يظهر على شاشة الهاتف من حين إلى آخر فيعود إلى شبكة خاصة قبرصية لا يمكن الوروج إليها وعليه تؤكد وزارة الاتصالات أن لا خطر على خطوط المستخدمين ولا على شبكتين الاتصالات الخلوية أكد النائب راجل سعد بعد لقائه النائب مروان حميدي البطريارك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مفادين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جومبلاط أن زيارة لإطلاع غبطته على الاتصالات والمشاورات الجارية ودعوه كلقاء ديمقراطي إلى وقف الحرب وفصل الجبهة اللبنانية عن جبهة غزة مطالبين كواجب وطني بانتخاب رئيس وتطبيق القرارات الدولية كنا مع غبطه حطينا بالصورة بما يخص المشاورات اللي عم بتسير وأكيد أخذنا رأيه وبركته كمان نحن كالقاء ديمقراطي أكيد عم نصر على ضرورة قصوة لتوقف الحرب وكمان فصل الجبهة اللبنانية من جبهة غزة وعم نقول كمان في ضرورة ملحة أكثر من قصوة ملحة لانتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت هلأ فيه شغل عم ينعمل والناس عم يتابع للملف الرئاسي لازم يكون فيه تيسير فيه خرق موقف شبه جامع تنقدر ننتخي برئيس جمهورية بأسرع وقت ملف الحرب كمان فيه تدخل الخارج وأكيد فيه أنه الإسرائيلية ما بدون لهلأ وقف إطلاق النار يكملوا مكملين بالحرب فنحن لازم نحط ضغط على المجتمع الدولي من هالمنطلق نحن نقول أنه عنا في عنا واجب وطني نحن كلبنانيين اليوم ننتخي برئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن وكمان تطبيق القرارات الدولية من الخمسة عشر خمسين وصولا للألف سبعمائة وواحد ونضغط على هالمجتمع الدولي كرميل نوقف سلسلة الضمار والدم لا منعيش فيها اليوم شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزاب بوريل أن الوضع في لبنان يزداد سوءا يوما بعد يوم مشددا على أن أو على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وأضاف أمام البرلمان الأوروبي أن نحو 20% من اللبنانيين أجبروا على النزوح وفقا للأرقام في عين التيني استقبل رئيس المجلس النيابي السفيرة الأمريكية ليزاد جونسون وتطرق البحث إلى العضوان الإسرائيلي المستمر على لبنان النشرة مستمرة بعد الفاصل وصلت طائرتان عسكريتان قطريتان تنقلان مساعدات ومستلزمات طبية استقبلهما في مطار بيروت وزراء الصحة والبيئة في حكومة الصريف الأعمال في راس الأبيض وناصر يسين وسفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني كذلك حطت في القاعدة العسكرية في المطار طائرة عسكرية قطرية على متنها وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية لولوى بنت راشد الخاطر لافتتاح جسر جوي من المساعدات وزارة الوزيرة القطرية السرائي الحكومي حيث التقت رئيس حكومة تصريف الأعمال لجيب نقاتي وأكدت دعم بلادها للبنان أكدوا على موقفنا الراسخ والثابت تجاه سيادة لبنان وحقه في المحافظة على أمنه واستقراره وأمن مواطنيه كذلك ندين بشدة كل الاعتداءات ضد المدنيين اللبنانيين والحقيقة ما كان لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تتمادى بهذا الشكل وأن توسع رقعة الصراع خارج إطار غزة لو أن المجتمع الدولي وقفة جادة أمام ما كان يحدث في غزة ثم رأينا بعد ذلك توسيع رقعة الصراع والاعتداءات إلى الضفة الغربية والآن إلى لبنان الشقيق نحتاج إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار أيضا نستذكر في هذا السياق ما طالب به الرئيس الفرنسي وطالبت قبله الدول العربية بذلك بوقف تسليح قوات الاحتلال الإسرائيلي وإرسال الاعتاد والسلاح وكذلك الدعم في سياق هذه الحرب سواء الحرب على غزة واليوم الحرب على لبنان تستمر جمعية سطوح بيروت في تأمين مستلزمات الصمود لأهلين في بلدات جنوب لبنان الحدودية وهذه المرة إلى قليعة مرجعيون والتي تضم 800 شخص من صامد ونازح من المناطق المجاورة بالتعاون مع الجيش اللبناني فبعد بلدة ترميش التي أمنت لها شاحنة من المستلزمات الطبية المختلفة والأدوية الأسبوع الماضي استطاعت الجمعية يوم الاثنين تأمين شحنة كاملة من أدوية وحساس غذائية ومياه وفواكه وأدوات تنظيف وخضار وألعاب للأطفال وتم نقل المستلزمات من مكاتب الجمعية في بيروت بمساعدة شباب من بلدة لأليعة وبمشاركة متطوعين من الجمعية وبتنسيق كامل من الجيش اللبناني وبمواكبة لمدرية المخابرات وقوى الأمن الداخلي وسير الدرك الذي ساهموا في تنظيم عمليات تحميل الأغراض من مكاتب الجمعية والتي ستسلم للمسؤول عن رعية مار جرجس لأليعة الأب بيار الرعي أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها ستقوم بإجلاء حوالي ألفين مواطن تركي من لبنان عن طريق البحر يوم غد الأربعة وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن سفينتين تابعتين للبحرية التركية ستغادران الثلاثاء مناء في مقاطعة مارسين جنوبي تركيا متوجهتين إلى بيروت بهذا الخبر نصل إلى ختم هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر موقع وعبر مواقع التواصل يوتيوب أكس فيسبوك إنسجرام وتيك توك شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة